أشيء الثاني الذي نحتاج إليه الارتباط بالناس أكو حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن اكتساد الأصدقاء وأعجز منهم من حفل على الأصدقاء ثم تركهم هذا أعجز من ذات الشخص الأول وصول الديمقراطية في عالم اليوم وصول المجال الاستشارية في العالم الإسلامي على ارتباط بالناس بقدر ارتباطك بالناس أنت ناجح وبقدر قدم ارتباطك بالناس أنت فاشل بكم أنت مربوط هل مربوط العلماء؟ هل مربوط الخطباء؟ هل مربوط الأخرياء؟ هل مربوط التجار؟ هل مربوط الموظفين؟ هل مربوط طلاب المدارس؟ هل مربوط النساء؟ هل مربوط الشيبة بقدر التباطك معهم حقيقة هذا شيء اني وجدته عجيبا في الحياة احد الاصدقاء قال لي ان فلانا مريض نتروح على زيارته قلت نعم نروح على زيارته ذهبت الى زيارته رحب بي فتل الترحيل كبير بعد يومين جاء وقال لي هل تعرف متأج هذه الزيارة قلت لي ازور صديق ويعرف صديق قال هذا الصديق كان تاركا لصلاتك منذ مدة وراجع عن تقليدك منذ مدة لكن لم اخبرك به لانه رايح الى بلد وتكلم معه وترك التقليد وترك الصلاة لكن وقت اللي رحت الى زيارته ورجعت في يس المجلس يلا اصدقائه الجالسين قال عجيب يلا هؤلاء قصوا علي نحن بحاجة الى كثرة الارتباط بالاجتماع انت مرتبط بالاجتماع ارتبط به اكثر انت غير مرتبط بالاجتماع ارتبط بالاجتماع اكثر البلاد الغربية لماذا هم سادة قلنا لانه كفاءات الكفاءات من اين جاءت من الديمقراطية الارتباط بالناس الارتباط بالناس الاخ الليل البارحة ينقول لي ان كارتر في التلفزيون فتاة صغيرة في حشد كبير من الناس قالت له لي عندك سألات الفضل السؤال الاول قال لماذا انتم تذلون انور السادات فتاة تسأل من كارتر ورد التلفزيون وهو مجبور يجاوض لانديمقراطية في بلادهم يعني ارتباط بالناس في بلادهم الارتباط بالناس اظهرت الكفاءات الكفاءات سيطرت على العالم اشتركوا في القناة